السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نسجل على موقع أدمودو كطالب وكولي أمر الموضوع سهل جدا اول حاجة محتاجين منك حاجتين الكود اللي بندخل على الموقع اللي هتسابه لكم في صندوق الوصف اللي هو الرقم الطويل بتاع الطالب اللي بنجيبه بناءنا على رقم شاهدته نمرة واحد نمرة اتنين المدرسة بتسلم لكل طالب ورقة او بتنزلها على الفيسبوك رمز كل مدرس منهم كأنه عنده فصل والطالب بيتنقل ما بين الفصول دي فكل فصل من دول او كل مدرس من دول عامل فصل والمدرسة عاملاله او الوزارة عاملاله الكود عبارة عن ست ارقام مع بعض تمام كده يبقى دول الحاجتين اللي احنا محتاجينهم احنا هنسجل طالب وبناء على طالب هنسجل ولي الامر ازاي عشان تقدر تتابع ابنك اول حاجة بنروح على صفحة newadmodo.com وبندوس على كلمة طالب لما بندوس على كلمة طالب بيطلب مني حاجات كتير احنا مش محتاجين كل ده احنا كل اللي محتاجينه الاسم الاول والاسم العيلة بتكتب اسم ابنك عربي او انجليزي مش هتفرق الموضوع سهل جدا مثلا هنكتب هنا كده محمد بالعربي واسم العيلة مثلا ياسر ده كده طالب عندنا رمز الصف قلنا اللي هي الخانة التانية اللي هو احنا جبنا الرمز ده منين جبناه من المدرسة رمز الصف جبناه من المدرسة لانه نكتبه بالشكل دو بيجي حروف انجليزي اثن gathering لما الشكل بيقلي بالمضاع اعرف ان انت الرقم اللي انت حطيته ده صح لو احمر مثلا بالشكل ده والتلانه مخلص باحمر كده معناها غلط معناها الرقم اللي انت كتبته في حاجة غلط يائما انت كتبته غلط يائما انت كتبته نقص اسم المستخدم هنجيب اسم المستخدم ايه هنكتب تلات حروف ثلاث حروف M O E M O E بعد كده بنكتب رقم الكود قلنا اللي بنطلعه من الموقع بتاع الوزارة سهل جد الرقم كام 4 ده طالب تاني 6 9 3 4 0 1 6 6 تمام يبقى احنا عملنا ايه اسم الطالب وولده عربي وينجاليزي مش هتفرق بعد كده رمز المجموعة او الفاصل او المدرس بنحطه هنا وبعد كده بنكتب ايه بنكتب M O E وبعد كده كابتا الوزارة مش هتفرق وبنكتب الرقم اللي احنا جدناه البلد الالكتروني ده عادي ما تكتبش بلد الالكتروني ولا ايميل ولا شيء ولا اي حاجة اكتب رقم السر اختار لك اي رقم سر اي رقم سهل فانا هكتب الرقم ده عاطيني كلمة انه ضعيف ضعيف زوده مثلا بحرف A capital و A small A capital A small خلاص كده يبقى انا كتبت الاسم والرمز اللي هو بتاع الفاصل تمام وكتبت الكود اللي احنا ماخدينه وزودته M O E وبعد او ممكن ما تسجلوش امه بس ده افضل وبنكتب باسورد وبنقول التسجيل المجاني وبنضغط عليها بنحفظه في التليفون عندي انا هنا تمام ممكن تحفظ لابنك بس كده بنجي بقى عند امان الحساب امان الحساب اللي هو ايه ان ده طالب داخل طب الطالب ده سنه صغير او ممكن ينسى الباسورد ايه الحل ان احنا رجع الباسورد يا بنكتب رقم تليفون الاب او الام او اي تليفون عشان لو نسينا الباسورد يجلنا عليه يا اما بنكتب ايميل بتاع ولي الامر يا اما بقوله تخطي تخطي وبتخطر الجزء ده كده هيفتح معانا ايه فاتح معانا الفصل كده ايه بصفحة الولد بنبص نلاقي لغة عربية الصف الرابع اللي هو الرمز اللي احنا كتبناه الرمز اللي احنا كتبناه بنجي بقى نكمل كده مع بعض اكتب ملاحظاتك هنا اختر مجموعة انا بقى اللي يهمني مثلا ايه في مدرس اهي زينب عبد المحسن نشر في لغة عربية الصف الرابع كمعلمة من 13 ساعة تمام طيب خلاص يبقى احنا كده عرفنا ايه كده الولد دخل تعالوا بقى نعمل ايه خطوة بعد كده الخطوة اللي بعد كده ايه هنا لغة عربية مجموعاتي ان ابنك لو عندك كذا كود بندوس التحق بمجموعة لما نقوله التحق بمجموعة بنكتب الرمز التاني اي رمز انت باخده لانا تقريبا انت بتاخد اربع او خمس او ست رموز معنا انها يخش عند مدرسة تاني او مدرس تاني طيب معناش نكمل والدي ان انا بقى الطالب بيعمل دعوة الولي الامر بيعمل طالب دعوة الولي الامر طيب طيب انا مش عارف اعمل دعوة كله الرقم ده بنساخه بنساخه وخليه معايا او اكتبه لما بنيجي نكتب ان انا هدخل كولي امر اهو تمام ناخد الرقم ده ونخش به تاني كولي امر او بعمل دعوة الى ولي امر بتدعو ازاي بقى لولي امرك بتكتب رقم تلفون وتجل على رسالة او بتكتب ايه اميل ولي الامر يبقى يا نكتب رقم تلفون بابا يا نكتب اميل بابا يبقى كده الولد بيقول لولده ايه تعالى يبقى كده لما الولي امر يجي يفتح هيلقي الصفحة بتاعته موجودة يبقى كده عملنا حساب للطالب وحساب لولي الامر الايكونات بقى اللي تحت دي تاني واحدة دي الطالب لو عاوز يدخل الفصل ويشوف الطلبة اللي موجودين ده الفصل الدراسي موجود لغة عربية الصف الرابع طيب فيه هنا ايه تاني واحدة انتو لما تخش وتلفوا فيها اهو بيص بقول لك ايه مخطتك الجديد انت اقدر تخصصه عندك ايه درس عندك هتقدم ايه المهم ان احنا كده عرفنا نعمل حساب للطالب طيب ندوس على صورة الطالب اللي موجودة فوق دي محمد ياسر ملفه الشخصي ده بيجيب معلومات عن الطالب بالكود بتاعه باسمه بناء على الرقم المستخدم اللي احنا حطنا في الاول اللي هو الكود عشان كده هو اختار الطالب ده بالذات طيب اه ندوس على دي المهمة دي ونقدر نكتب الباسورد تاني لما بتكتب الباسورد تاني نكتبه مع بعض عشان وريكم ان احنا ممكن نغير الصورة اهو هيفتح ان احنا ندخل على صفحة الولد ادي صفحة الولد بيقولك لو عاوز تحمل صورة في عندك يا تختار صورة من التليفون يا تختار صورة من الرسومات طيب هناخد مثلا من مين من التليفون فبنروح ديسين على اللي تحت الصورة دي بقولك هناختار مثلا منين من الملفات اختار من الملفات روح هتلاقي عندك صور وليكن دي حطينا الصورة دي وبعدين بقول له update update وبعد update خلاص الصورة دي تحطت وقول له حسنا اهو نركز مع بعض ايه ما تحملتش طيب نشوف تاني كده نتأكد ما عملاش update اه ما عملاش update بنختار upload photo وبنخش عن ملفات اختارنا الصورة دي ونقول هنا على الزر update خلاص كده update كده الصورة تحملت عندهم وبعد كده بنقول حسنا حسنا ان الصورة بتاعت الولد اتغيرت هنا خلاص هو ده كده بقى الولد اهو ايه الانشطة اللي عنده هنشوفه عنده دارس عنده مذاكرة عمل عاوز يعمر رد دي جات له رسالة اشتركوا في القناة